إشارات عديدة تؤكد انصيع الميليشيات الولائية في العراق وفق التعليمات الإيرانية لوقف التصعيد مع القوات الأمريكية في العراق وسوريا أبرزها تحليق طائرات مراقبة أمريكية من دون طيار فوق معسكرات الميليشيات لتطبيق ما سمي باتفاقية الإذعان وسط التجنب زعماء الميليشيات في الحجد والكيانات السياسية المرتبطة بها ضمن حكومة الإطار التنسيقي التعليق على تحركات تلك الطائرات في سماء المدن العراقية مصادر أمنية أكدت أن نشاط الطائرات الأمريكية دون طيار يمتد من بغداد إلى محافظات الأنبار ونينوى وأربيل وبابل وأن تلك المسيرات تشارك في المقام الأول بمهم استطلاعية تهدف إلى حماية القوات الأمريكية من التهديدات المحتملة من الميليشيات التي خضعت لتعليمات إيرانية صارمة بعدما تعرض للقوات الأمريكية في العراق وسوريا خشية رد فعل قاتل مسؤولون أمريكيون أكدوا من جانبهم أن الإدارة الأمريكية تنوي نشر طائرات المسيرة في القواعد الأمريكية بالعراق ومنها قاعدة حرير في أربيل وعين الأسد في الأنبار ردا على عدم اتخاذ حكومة السودان إجراءات أمنية رادعة فضلا عن عجزها في السيطرة على تحركات الميليشيات التي تحكم قبضتها على الدولة بقوة السلاح ومنذ الرابع من شباط لم يتم الإبلاغ عن أي هجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا حيث تتمركز الميليشيات الولائية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني لسيما بعد اجتماع قائد فيلق القدس الإيراني سماعي القآن في بغداد مع زعماء الميليشيات وبعض قادة الأحزاب والكتل لدعم الموقف الإيراني المطالب بوقف الهجمات على القوات الأمريكية من أجل الحفاظ على حكومة الإطار التنسيقي برئاسة السوداني بحسب صحيفة نيويورك تيمز الأمريكية وسط إجماعي مراقبين على أن أنصيع الميليشيات يكشف طبيعة تخدم الأمريكي الإيراني في العراق والاتفاق باتجاه إبقاء الوضع على ما هو عليه